خليني أرحب الأول بدكتور أحمد سابت محل أداء وضفنا فيه السادسة مساء خيري دكتور مساء النور ومنور كده مطالق دايما أهلا بيك نورنا ومشرفنا وخليني قبل ما أدخل في الإحصائيات والأرقام أسألك بتشوف من وجهة نظرك ومن وقع طبعا رؤيتك وتحليل أداء النادي الأهلي إن الموسم ده كان موسم سهل بالنسبة للأهلي على مستوى المحلي في حاسم بطولة الدولة أو على مستوى الأفريقي في دولي الأبطال هو الموسم مش موسم سهل الأهلي هو اللي خلاه سهل طول الموسم سواء في الدوري سواء في أفريقيا الأهلي هو اللي خلاه سهل الأهلي هو اللي خلاه سهل إزاي بقى في الدوري بدأنا مع فايلر في 16 فوز متتالي بعد كده تعادل فخليني الناس كلها تحس إن الدوري السنة دي سهل وما فيش منافسة وكده ده بفضل أداء الأهلي وفضل إن فيه أولا إدارة ولجنة تخطيط محترمة جدا عندها رؤية اخترت مدير فاني زي فايلر في الأول كان عليه الناس كانت مقلقة منه لما جيه وحاقي النجاحات دي وعمل 16 فوز الناس كلها قالت إن الدوري سهل اللي خلاه الدوري سهل هو تقلق النادي الأهلي كذلك دوري أبطال أفريقيا نادي الأهلي بسم الله ما شاء الله ماشي بشكل كويس جدا البعض طلع مثلا نتكلم قال إن مباراة أصل الودات خصم سهل هو إيه اللي خلاك تقول إن الودات خصم سهل الودات ده خسر الدوري هو الودات يعني أسهل من رجاء الودات خسرت من الدوري في آخر ثانية كان ممكن يا بابطال الدوري بعدين فرقة إيلة جدا وفيها لعبة محترمة جدا وكويسة جدا ولكن اللي خلا الناس تقول كده إيه هو قوة أداء النادي الأهلي النادي الأهلي اللي بيخل البعض يشوف إن الحاجة سهلة ليه عشان بسم الله ما شاء الله الأداء محترم جدا نادي الأهلي نادي مؤسسي نادي محترم جدا في الإدارة بتعرف إزاي تختار إزاي تخطط لقدام يعني حتى في اختيار موسيماني ده صراحة يعني يحسب ليهم اختيار موسيماني